سيد علي يعني ليش استبعدوا تعديل سلم الرواتب؟ شنو القصة؟ أسمعك هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية والضغط الكبير على دولة رئيس الوزراء بس اللي احنا نطلبه واللي احنا نريده كموظفين نريد مخول رسمي من قبل سيادة مجلس أو هو يطلع يظهر للإعلام يسول فينا يحشينا لأن الحد الآن هو ما تكلم بخصوص موضوع سلم الرواتب نهائيا غير اللي سمعناه قال هي مسألة حساسة حساسة ليش ما أعرف أم اللي يعرف خلي جاوبنا احنا طلعنا مظاهرات بالسابق وشكلنا تنسيقيات بكل المحافظات وضغطنا من خلال النواب ومن خلال التظاهرات مالتنا وتشكلت لجنة أثر هذا الضغر اللجنة تتكون من مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الرقابة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة التخطيط وأمانة مجلس الوزراء برآسة الدكتورة هناء اسماعيل الأسدي بالأمر الديواني 24 المرقم 592 في 8-2-2022 حيث بدأت اللجنة في عملها وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 23-7-2022 برآسة الدكتورة هناء اسماعيل الأسدي وانتهت اللجنة من عملها تقريبا يوم 26-1 وتم رفع التوصيات بجدول سلم الرواتب جديد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم أعيد للتعديل مرة ومرتين حتى ظهر الجدول الأخير اللي هو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي حاليا هو هذا الجدول الصحيح اللي كان بيه الموظف يستلم بالدرجة العاشرة من 170 إلى 425 ألف وصعودا الموازنة بالوقت الحالي الموازنة بالوقت الحالي الموازنة 2023 هي 200 تريليون تعتبر موازنة انفجارية يعني على مر السنوات السابقة يعني من 2003 للآن ما مرت علينا هي موازنة نهائيا هي الأعلى قياسيا بالسنوات السابقة الحد الآن ما مرت علينا سقف الرواتب الموظفين بالموازنات السابقة هو كان 42 تريليون 42 تريليون بعد تثبيت المحاضرين والأجراء وغيرهم أصبح السقف أصبح سقف الرواتب 63 تريليون تمام؟ عدل؟ نعم بمعنى أنه زاد 21 تريليون بينما من يوصل السلم والرواتب وحسب تصريح اللجنة المالية وبعض النواب السلم والرواتب يحتاج من 8 يعني هالكلام مو من عندنا يحتاج من 8 إلى 11 تريليون من توصل الشغلة يمن الموظف لا يصير أكو عجز ويصير أكو خلل ويصير أكو هواي أمور سلبية تصير من توصل يمن المواطن أو يمن الموظف هذا الفقير اللي يتقاضي 200 ألف دينار شنو يعني معضلة؟ معضلة أنا أريد أفتهم يعني من 8 إلى 11 تريليون معضلة أمام الحكومة؟ لا والله هي مو معضلة بينما أنت هسا إذا تجي وتقارن النفقات اللي تبوبت بالموازنة أكو أمور ما إلها داعي على سبيل المثال مادة من المواد أنه خصصوا لها 100 مليون الشراء سيارات هسا أنا سيارات شنو أسوي بيها؟ ليه شحنا مثلا ما عندنا سيارات؟ أخو أرفع راتب هذا اللي راتب 200 وراتب 300 وراتب 400 حتى قبل 500 و600 هاي فقرة وحدة من الفقرات اللي وردت بالموازنة هو تخصيص 38 مليار لدعم الدول الفقيرة اللي هي الصومال وجزر القمر والسودان وفلسطين ما أدري الذول إحتمال عمامنا وإحنا ما ندري بيهم هذا مو منطق